نزل التريلر تبع ستيف فوكس في تيكن 8 خلونا نشوفه مع بعض طبعا ستيف كان المين الثاني في تيكن تاك 2 فما اندرى ايش سوو فيه في تيكن 8 طيب تيكن 8 اتحرك اوحف! اذهب المترجم للقناة عندما تتخلص الوصول الأمام، تتأكيد لك اختراح! اسم أيضا اه forum اوه! هذا مجددا هؤلاء هؤلاء مجددا نفهم عبخلي الوضع بطيء قد ما اقدر بس عشان افهم الشي الخطة الشغلة اللي الفتة تنتباهي اول شي هذه واضح انها كاسرة تستب سواها مرتين المرة الثانية شوفوا كيف بعد ما جات كاونتر المرة الاولى صدها مدري اذا هي نفسها ولا لا المرة الثانية اركبت هذه كلها فهذا شي جيد هذه رهيبة هذه مدري كيف سواها لكن واضح انها الصد جامد شوفوا يعني ما هي back dash عادية حسيتها كانها back sway يعني كان ضغط ربع على وراء دخل اسلوب وشوفوا كيف plus cam تحسون كاسرة صد بعدها ضرب كذا بعدها ضرب وان وان تو وجات كلها هذه معروفة كاسرة صد يعني كومبو اكستندر او تكملة انا عجبتني الابر كات هذي شوفوا يعني الحين صار بعد بعد الحركة ذي لحظوا 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 الوقفة في شغلة غريبة يا شباب لحظوا بعد الحركة هذه شوفوا كيف يعني كأنه وقف ما ادري لو لاحظتوا كذا كأنه وقف في مكانها خلونا شوف شوفوا شوفوا لحظوا رجلة كيف كأنه كذا وقف في مكانها بعدها cancelها بالويف ذي تبعتها ناسي والله الأسامي فواضح انه فيه اشياء رح تكون جيدة ما يندرعد كيف الزرار ممكن تكون شكل بس هذا كله شغل تكون ايت أنا أبغى الحركات بس يعني مور الهيت والشغلات ذي الجديدة أبغى بس كذا حركات جديدة الحركات نفسها بدون هيت بدون بطيخ هذه شوفوا هذه إذا جاءت كاونتر الظاهر شوفوا كل هذا يجي بعد زاوية مثلث الشغلة الأخيرة للفتاة انتباه المسكة لاحظتوا يعني فعلا هذا سلوب يدخل ستيف شوفوا كيف شوفوا الوقفة ذي تبعتها اللي كان يرقص جيد شوفوا المسكة زي الكلنش طالعوا زي الكلنش كذا يثبتها ويضربها فظهرنا فيها تخمين أخيرا ستيف رح يكون عنده مسكات كذا كثير غير عن المسكة والمسكتين يعني طبعا هذا يوريك نفس الفكرة خلاص أنا عرفت أنه عنده سلوب زيادة غير المسكة هذه الشغلة بحذ ذاتها كويسة بالنسبة للسبر اللي عجبني النهاية تبعتها النوكاوت هذي تبعت النوكاوت هي هذه شوفوا كيف يعني كأفك جيدة رائب بشكل عام يعني توقعت أنه أفضل يعني هذا باختصار ننتظر إلى ما تنزل اللعبة ويعطيكم العافية يا شباب شكرا لكم